اشتركوا في القناة يعكس النقص الشديد في المياه وفشل السياسات الحكومية لمعالجة الازمة وزارة الموارد المائية من جهتها بررت انخفاض الحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية بقلة الارادات المائية المتدفقة الى العراق من تركيا وهو امر يراه الخبراء صحيحا لكن الوزارة لم تتحدث عن دورها في مواجهة نقص الارادات وانما اكتفت بالتبرير النقص محملة الفلاحين المسؤولية عبر اتهامهم باستخدام اساليب ري خاطئة تهدر الماء وتفاقم النقص وكذلك بعدم الالتزام بالمساحة الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية الموسمية كما ان الوزارة تجاهلت الاشارة الى قيام ايران بتحويل مجاري بعض الانهار الى الداخل الايراني بعد ان كانت تغذي نهر دجلة وبالنظر الى تركيا التي ينبع نهر الفرات ودجلة من اراضيها فانها بدورها تعاني من موسم جفاف شديد خلال الشهور الماضية بحسب ما كشفته خريطة نشرتها المديرية العامة للارصاد الجوية التركية قبل ايام موضحة ما تعانيه البلاد ولاسيم الولايات الجنوبية ما ينذر بتداعيات خطيرة على العراق خلال الشهور المقبلة وبدلا من حل المشكلة وفق دراسات علمية رصينة تكتفي الحكومة في بغداد بتقليل الحصص المائية المصروفة للري وزراعة ومياه الشرب ما ينبئ بتفاقم الازمة بدرجة تهدد امن واستقرار المجتمع العراقي ت Ew Gul辣 زر صباح قابل طيب قابل وط서 رائع سعى الان